السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأوفياء رسميا الملك محمد السادس يعين الحكومة استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي قبل قليل بمدينة فاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه رسميا رئيسا للحكومة وفق بلاغ للدوان الملكي وهكذا فقد تم تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة عبدالوافي الفتيت وزيرا للداخلية السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد عبداللطيف وهبي وزير العدل السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد محمد الحجوي الأمين العام للحكومة السيدة نادية فتاح أهلوي وزيرة الاقتصاد والمالية السيد نزا بركة وزير التجهيز والنقل السيد شاكي بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيدة نبيل الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد الترابة الوطني والتعمير والإسكان والسياسة المدينة السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيدة البحر والتنمية القروية والمياه والغابات السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد رياد مزور وزير الصناعة والتجارة السيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة وصناعة تقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيدة ليلة بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والتقافة والتواصل السيد عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيد عبداللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيدة غيتام زور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة